هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية أزربيجان جيهون بيموكوف على همش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول اللقاء مجمل بلفات التعاون الثاني بين مصر أزربيجان وسبل تطويرها ومن جانبه حرص وزير الخارجية أزربيجان على استعراض موقف التوترات بين بلاده وأرمينيا وأكد شكري في خلال اللقاء على أهمية تحقيق الاستقرار والحيلولة دون تظاهر الأوضاع معيدا التذكير بموقف مصر الثابت والداعي إلى حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية كما التقى شكري بنظير الأوغندي جي جي أودانجو وقد أوضحت وزارة الخارجية أن شكري حرص على إحاطة نظير الأوغندي بالموقف الحالي لملف سد النهضة كما استعرض استعداداته مثل استضافة مؤتمر كوب 27 إلى جانب أولويات القارة الإفريقية وسبل تخفيف الأثار السلبية لتغير المناخ على دول القارة ترجمة نانسي قنقر